يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الساحة والجمال معاكم داليا حسام وحلقة جديدة من حلاوة روح اللي بنشوفه لحد من كل اسبوع الساعة 3 في حلقة 7 من البرنامج اتناقشنا في موضوع التجميل عموما وعرفنا ان فيه ازاي وسائل حديثة وتقنيات ممكن تساعدنا اننا نوصل لاجمل شكل ممكن طبعا المقصود هنا باجمل شكل ممكن هو الجمال الخارجي اللي هو جمال وشنا شعارنا جسمنا مظهرنا عموما او ملابسنا وخلافه طيب ما هو عايزين نقول حاجة ان فيه ناس قريدي فعلا بنقابلهم بيتمتعوا بالجمال ده عندهم مقومات ومقييس جمال اعتبر مرتفعة ممكن ربنا خلقهم كده او هم قدروا يستخدموا التقنيات الحديثة دي عشان يوصلوا للجمال ده ولكن في نفس الوقت احيانا بنقابل ناس عندهم الجمال ده ولكن احنا مش حبينهم مش مرتحين لهم ممكن نقول ما عندهمش قبول او زي ما بنقول كاريزمة ممكن يكونوا اشخاص غير مؤثرين في حياتنا او في حياتهم مش قادرين يوصلوا الاهدافهم وعلى العكس تماما كمان بنقابل ناس ممكن يكونوا نقدر نقول مظاهرهم متواضع مش بيتمتعوا مقييس جمال عالية ولكن هم اشخاص مريحين جدا انت حب تتعامل معاهم محبوبين نجحين مؤثرين حاجات كتير قوي 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 بنقول وقتها ان فلان ده او الشخص ده روحوا حلو حلو قوي روحوا حلو طيب يعني احنا كنا متكلمين في ان احنا نعرف نعمل تجميل شكلنا طب هو ينفع نعمل تجميل لروحنا تخيلوا ان ينفع فعلا يعني فيه طرق ووسائل ممكن تساعدنا لو احنا بس عرفناها وحنعرفنا النهار ده مع بعض تساعدنا اننا نوصل للجمال ده للجمال الداخلي او جمال الروح ده اللي هيخلينا نعرف كمان اننا نوصل لاهدافنا وانا اكتشف قدراتنا ومش بس كده لأ كمان نوظفها في مكانها الصح عشان ندمن نجحنا طيب ايه الطرق والوسائل وايه الحكاية دي كلها عايزين نعرف الاجابة هنا عند ضيفنا وضيفكم النهار ده دكتور سعد الخولي الكاتب والمحاضر واستشاري التطوير الذاتي ولايف كوتش منورنا جدا جدا يا دكتور نورك اهلا بيكو سيدة داري اهلا بيكو سيدة مشاهدين اهلا بيكو طيب عايزين بقى التفسير العلمي للكلام ده يعني احنا مسلمين نفسنا بيكو النهار ده فهمنا هو في البداية الانسان لازم يعرف انه هو عبارة عن اتنين كيان فيه الروح وكذلك الجسد كيان الجسد ده كيان مادي كلنا شايفينه كلنا لمسينه ده كيان مادي ملموس فيه كيان تاني بقى البعض بيغفل عنه وزي ما حديك اشارتي بتقولي ان فيه اكتر من معيار يعني مش المعيار اللي هو معيار بس الجمال الظاهري بس ده اللي ممكن احنا نتعامل بيه او نقيم اشخاص لا فيه حاجة تانية اللي هو الكيان الروحي او اللي هو الكيان الداخلي او العالم الداخلي فزي ما بنقول ان الجسد او الهيئة او الشكل ليه جمال خاص كذلك الجانب الجمالي او الداخلي او الروحي للانسان هو كمان ليه جمال خاص بل بالعكس احيانا يطغى جمال الروح او الجمال الداخلي على الجمال الظاهري فيأسر القلوب عشان كممكن البعض كده بنسمع عن فنان ممكن يكون وسيم جدا ومشهور ويرتبط ممكن بفتاة يعني مش اللي هي الواو قوي في الجمال وبيبدأ الفنزي بتوع بينتقده ازاي اوه احنا نتجنل ازاي كده هبتشوفي طبعا الحالات دي ايه حلوه هو شايف دي احد احنا ايوه هذه الفكرة هو هنا المعيار بتاعه مش واخد بس اللي هو المعيار الجمال الظاهري لا هو لمس جواها اللي هو البقى اللي احنا بتتكلم عنه اللي هو الجانب الجمالي او اللي هو الجمال الداخلي او جمال الروح فالانسان فينا علشان يقدر انه هو يحيى حياة متزنة وحياة مستقرة حتى لشخصه او في تعاملاته مع الاخرين لازم يكون داخل الحيز كيان الجسدي والكيان الروحي علشان بنقول ان كمان احنا في الاساس عبارة عن كائنات روحية يعني ايه الكلام ده بنقول دايما انت روح داخل جسد ولست جسد بداخله روح بمعنى بمعنى ان انا في الاصل عبارة عن روح وبحيا دلوقتي في تجربة مؤقتة اللي هي طبعا حياتنا على الارض داخل جسد معين ايهم ابقى او مين فيهم اللي هيكمل معانا بقى اللي هو الكيان الروحي ولا الكيان الجسدي لا بالعكس ده احنا هنيجي بعد كده هنتقل لعالم اخر والجسد ده خلاص اخره سبعين سنة هتعيش سبعين سنة تمانين سنة الجسد ده خلاص هيفنى هيجي بعد كده ربنا عز وجل بيدينا اكسات تانية يعني النبي صلى الله عليه وسلم في احد الاحاديث كده كان بيقول ان غير المؤمن هيكون اللي هو انفه قد جبل احد فتخالي البنية والشكل اللي احنا هنكون عليها ايه في العالم الاخر ان شاء الله يكون في الجنة لكن اللي هتستمر معانا هي الروح عشان كده بنقول الانسان فعلا لازم انه هو يدرك انه هو عبارة عن كيان روحي وكيان جسدي ويقدر انه هو يعرف بقى قدراته الروحية علشان يقدر انه هو فعلا يحيا الحياة اكثر استقرانا ويقدر انه هو فعلا يتعامل مع الناس بشكل صحيح واللي هو بقى يلقى اللي حاك كلمت عنه في البداية اللي هو القبول ويقدر انه فعلا يوصل لاهدافه واحلامه طيب هو ايه بقى العالم الداخلي ده يعني عبارة عن ايه هو العالم الداخلي ده بينعبر عنه في علم الطاقة او البراسيكولوجي بمصطلح بيسموه الهالة بيقولك ايه في الهالة ده الهالة انه كل كيان جسدي فينا كده بيحيطوا عبارة عن هالة كده نورانية او طاقة معينة بتختلف من انسان لاخر ممكن تكون والله هالة ايجابية او طاقة ايجابية او العكس عشان كيف تقولي ممكن يكون حد بيتمتع بالله هو يعني مقاييس مرتفعة من الجمال الظاهري لكنه مرهوش قبول ممكن انت كده مثلا اما تشوفيه قلبك بينقبض برغم انه هو مثلا وسيم او جميل او غيره والعكس صحيح ممكن بتلاقي انسان مفيش قدر مثلا من الوسامة العالية او كده لكن الناس بترتح له وبتلاقي ان الناس فعلا بتنجزب اليه هو هنا الهالة بتاعته او الطاقة دي طاقة ايجابية ربنا عز وجل عبر عن نفس المفهوم ده في القرآن الكريم بيصف اللي هو اللي احنا بنسميه بقى في الطاقة هالة او غيره على انه نور ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعبول ايه بيقول اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا وعن فوقي نورا تحت نور الدعاء المشهور اذا كل انسان فينا بيحاط بهالة من النور ممكن تكون النور ده او الطاقة دي ايجابية او ممكن تكون سلبية دي بقى بتكون على حسب ايه هل هي مثلا حظوظ مثلا ده الانسان ده كده لا بالعكس ده بيتحدد وفق مجموعة من الاشياء الا وهي الافكار والمعتقدات والمشاعر والخيالات والسلوك بتاعك يه كل ده هو اللي بيشكل ايه ما تبقى الهيلة اللي حوالي دي ايجابية فبالتالي يكون شخص مؤثر او محبوب او سلبية فبكون عكس كده مظبوط جدا انا دلوقتي مثلا لو افكاري افكار ايجابية بمعنى انا دايما بفكر في قدام والمستقبل بتاعي وببحث دايما عن فكرة جديدة ان انا اعملها وانفزها في طريق اهدافي او طريق احلامي او حتى افكار بتدور حتى في خدمة الناس وخدمة المجتمع عكس ما يكون حد تاني مثلا افكاره دايما عايش في مقاسي الماضي اه والاحزان والاخفاقات اللي هو مرد بيه في حياته وكل تفكيره منصب في المقاسي او الالام اللي هو تعرض اليها اه كذلك المشاعر بتاعتي انا مثلا المشاعري مشاعر تفاؤل واقدام على الحياة ولا العكس ممكن تكون مشاعر انتقامية بها المشكلة ان الناس في مواقف معينة ما بيقدروش يتحكمهم في الجزئية دي خلص يعني بمعنى انه هو محطوط في مشكلة تنمية في ازمة في محنة فمش قادر انه هو يعني يكتسب المشاعر الايجابية دي لان الموقف بيفرض عليه انه هو يبقى حاسس بمشاعر سلبية حاسس اما بظلم مثلا اما بقاهر بحزن مش عارف ياخد حقه وتفر بقى هي المشاعر ايه بس في الموقف ده هو بيفرض عليه المشاعر دي هل ازاي يقدر يتحكم يخلي المشاعر دي ايجابية ازاي طيب هي فيه كده جايز تكون صدمة شوية اه انا مش بقول ان الانسان يتخلص من المشاعر السلبية بل بالعكس احيانا المشاعر السلبية دي بتكون هي الدافع لنا للنجاح الانسان لو مثلا انا تعرضت لموقف معين او اخفاق معين او حالة وفاة مثلا هو انا هنا المفروض ان انا اكون مشاعر مشاعر ايجابية بل بالعكس انا لازم يكون عندي مشاعر سلبية لكن الفكرة انا المشاعر السلبية دي انا هخرجها ازاي او هعمل بعدها ايه السلوك اللي هي تدفعني اليه ممكن واحد يتعرض لاخفاق يكون الاخفاق ده سبب دي مشاعر اكيد طبعا هيحس بمشاعر سلبية ومشاعر الم وخلافه ممكن بعد الاخفاق ده يتولد لديه اسرار اكبر انه هو ينجح ويحاول تاني بس ما المشكلة في اللحظة دي ايما هي دي الفكرة انا دلوقتي هيكون المنظور بتاعي بعد كده متجه فيه فانا ان انا اكتسب مشاعر سلبية ده شيء طبيعي ده كده من يقول اننا انسان حي وانسان طبيعي ده عيدة زي تدريب او طريقة معينة نعرف ان احنا هنحاول المشاعر دي طبعا احنا الناس المشاهديننا حابين يعرفوا ازاي بس احنا هنعرفكم ان شاء الله وحنقولكم نكمل كلامنا فاصل صغير ونرجع ما تروحوش في اي حتة عندنا كلام مهم كتير فجعنا لكم تاني ما اتأخرناش عليكم كنا منتكلم قبل الفاصل ان ممكن ان يبقى البني ايضا من اننا في موقف سيء ومشاعر كلها طبعا حزن او مشاعر سلبية عموما وحابين ازاي عايزين نعرف بقى من دكتور سعد ازاي نعرف ان احنا في الموقف ده وفي الوقت ده والشعور ده مسيطر علينا ازاي نوصل لمشاعر ايجابية او نحاول نغير المشاعر او نتحكم فيها السلبية دي ونحاولها لمشاعر ايجابية جميل جدا هو احنا بنقول او في قاعدة كده بتقول ايه لن تحصل على شيء خارجك قبل ان تحصل عليه داخلك اولا يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي لازم يكون عندي المعلومة دي ان انا مش هقدر اوصل لحلم او هدف وانا لسه مسيطرة علي المشاعر السلبية دي لفترات طويلة فانا اول شيء لازم يكون عندي من جواي الرغبة الحقيقية ان انا فعنا افرغ المشاعر السلبية دي او الطاقة اللي جايز تكون طاقة سلبية دي في طريق ايجابي ممكن مثلا ان انا احدد حلم او هدف اعلم ان انا ممكن تكون مشاعر السلبية دي ناتجة مثلا عن والله اخفاق معين فانا ممكن اتغلب على ده بان انا احدد لي هدف تاني اكبر من اللي قبل كده او ممكن اقيم ايه العوامل اللي خلتني اوصل للاخفاق ده بل هو اكيد طبعا اي اخفاق هو ده فرصة ان احنا نتعلم من جديد او فرصة ان احنا نجرب تاني لكن المرة دي بيه خبرة اكتر يعني انا دلوقتي هسا نفسي سؤال انا مثلا التجربة اللي انا اخفاقت فيها دي انا لو رجعت للماضي بس بنفس المعلومات اللي معايا دلوقتي هل هكرر نفس اللي انا عملته استحالة يبقى بالتالي التجربة دي اكيد كانت نفع عليا فانا اول ما ادخل في دماغي ان انا والله الاخفاق ده كان فرصة ان انا اتعلم اكتر كان انا تعرضت الاخفاق والله لان دي كانت اول مرة ان انا اجرب الشيء ده او التجربة للطريق ده بالتالي مداما حاجة جديدة علي فانا طبيعي ان انا ممكن اتعرض اخفاق مرة او اتنين لكن اول ما اكرر التجربة ايه اللي هيحصل اكيد هتيجي مرة ان انا انجح يعني قاديسون بنوح حاول كام مرة عشان يقدر ان هو يكتشف المصباح الكهرابي عشر تلاف مرة وكل اللي وصلوا لحاجة فعموما يعني انا اقاراتي قبل كده ان لازم يكون اتعرض لفشل مرات عدد كبير جدا اكتر ما احنا في موقف او اتنين او تلاتة نقول احنا خلاص فشلنا مش هارفين نكمل هو دي بدأت النجاح يعني هم حتى كان هندا بيعرف النجاح بيقول ايه هو ان تنتقل من فشل الى فشل دون ان تفكد الامل فهي دي الفكرة ان انا ممكن اتعرض والله المشاعر السلبية ده امر عادي وامر طبيعي انا كده شخصي عادي لكن الفكرة انا هروح فين بعد المشاعر السلبية دي واجهتي هتروح فين فلازم ندرك كويس جدا ان المشاعر دي كمان لها تأثير على وصلنا لأحلامنا والاهدفنا مشاعرك اللي انت عايش معك دلوقتي هي لها تأثير عشان كده بنقول ايه لن تحصل على شيء خارجك قبل ان تحصل عليه داخلك اولا يعني ايه الكلام ده انا دلوقتي علشان مثلا لو هدفي صروة او مال او هدفي مثلا حب او شارك حياة او علاقات او مكانة اجتماعية او صحة او ايه مكان لان الفلوس دي اعمل شيء او يعني بدأنا بيها صروة او مال لا تكتب فيها لو سمحتها دكتور ايه طيب انا دلوقتي نفرض مثلا ان انا هدفي فعلا صروة او مال انا علشان اشوف الصروة او المال دول في العالم الخارجي في الواقع بتاعي المادي ولمس فعلا كده الفلوس دي ويبقى عندي صروة انا لازم اعيش مشاعر الوفرة المالية جواي الاول يعني انا لازم من جواي يكون فيه وفرة انا دلوقتي لو عايز انا دلوقتي مثلا لو عندي عاوش شريك حياة انا دلوقتي من جواي اعيش مشاعر الحب ده يكون مالي ذاتي جواي دلوقتي المكانة الاجتماعية انا علشان يكون عندي مكانة الاجتماعية والاخرين يقدروني لازم يكون اللي جواي كمان فيه تقدير ذاتي صعب جدا يكون حد معاه الخبرات ومعاه كل المهارات وحتى تخطة كويسة جدا انه يوصل لهدف او حلم معين صعب جدا يوصله لك لو اللي جواه مشاعر سلبية بشأن وصوله لحلم او هدف او شايف نفسه مايقدرش شايف نفسه مايقدرش ماستهلش حاجات كده عنده اللي هو التوقع السلبي متشائم في ظل ما انت عندك كل الامكانات والخبرات اللي لازم انك توصل مش هتقدر توصل بسبب مشاعرك الداخلية عشان كده بنقول ربنا عز وجل بيقول في القرآن الكريم ايه ان الله لا يغيروا ما بقومن حتى يغيروا ما بانفسهم يعني ربنا عز وجل مش هيبعت لكم القدر الايجابي اللي انتوا بتأملوه غير لما انتوا تغيروا اللي جواكو الاول لازم يحصل توافق ما بين اللي انا عاوزه في العالم الخارجي واللي انا عايشه جوايا لو انا دلوقتي جوايا مشاعر افتقار يعني ايه بقى موضوع المال انا دلوقتي لو مركز دايما على الافتقار انا شايف والله فلان الفلان ده معاه فلوس وانا ما عنديش ده جاب عربية وما عنديش فلان تتجاوز وخلف وانا لسه ربنا ما اقرميش باودات فانا دلوقتي لو ببص دايما على المربعات النقصة على الاجزاء اللي هي مش موجودة في حياتي بدل من ببص على النعم الكتير جدا اللي ربنا عز وجل بالدهان ايه اللي هيحصل هينجزب لي مزيد من الاقدار اللي بتحمل الافتقار من نفس طبيعة افكاري ومشاعري الداخلية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه من رضى فله الرضى ومن سخط فله الايه السخت انت لو جواك مشاعر الرضى ربنا عز وجل اللي هيرسل لك قدر يخليك تزداد الرضى اقدار بقى بتحمل الرضى والله يبقى وفرة في المال وفرة في العلاقات وفرة في الصحة كل شيء لو انت اللي جواك العكس سخط فانت هتنتظر ايه هتلاقي دايما الدنيا بتزداد معاك من سوء الى اسوأ ده وفق مشاعرك الداخلية وده بقى جانب كتير جدا الناس يعني ما بتركز عليه او بتهمله بيفكر ان العملية بس اللي هو مصار سعي اللي هي الخطوات الان انا والله ارو هعمل مشروع التجاري ده واحط خطة وااخد الكورس ده او ااخد المهارات المعينة دي قبل ده كله لازم تعرف ان فيه مصارين لوصلك لحلمك او هدفك اللي هو مصار السعي اللي هو ده مصار العملي ده اللي مرتبط بالكيان الجاسد اللي احنا كلمنا عنه في بداية الحلقة فيه مصار تاني بقى اللي هو المصار المعنوي او المصار النفسي او مصار النية ده اللي مرتبط بالكيان الروحي بتاعك ايوه لازم انت من جواك تكون عايش مشاعر الوفرة قبل حتى ما تتحقق في صورة مثلا المال او شريك الحياة او غيره لازم تجيب المشاعر دي وتعيشها جواك من دلوقتي يعني لو انا مثلا بسعى لوزيفة مايه وبحاولوا بعمل لليه وبدور وبقدم وبشوف الاعلانية واروح بنفسي ان انا اقدم فالمفروض ان مشاعري في الوقت ده اولا يبقى استحضار نية كويسة او خير ان انا ابقى اكون في الوزيفة دي فحعمل ايه خير يعني او افيد الناس بيها وثاني حاجة ان انا اتخيل ان انا فعلا خلاص انا قبلت في الوزيفة وعيش المشاعر دي ايوة جميل انا لازم اجيب المشاعر دي حتى قبل ما اوصل للحلم او الهدف بعض الناس بيكون بالنسبة لهم بدي نقطة غريبة ازاي دلوقتي انا مثلا ما عنديش القدر الكافي او من المال تمام او ما عنديش المال الكتير اللي انا بأمل الحصول عليه وعاوزني دلوقتي ان انا اعيش في مشاعر الوفرة ومشاعر امتلاك المال بنقول بالضبط زي ما واحنا كده صغيرين الواحد كان اول ما بيسمع مثلا عن اعلان المدرسة مثلا عامل رحلة مثلا اهرامات او حاجة زي كده تمام بما اننا اسكندريتا وارماتش الاهرامات فبالنسبة لنا احنا هل سعادتنا بتبدأ اول ما بنوصل للرحلة بلعاك اول الاعلان يوصل الواحد يروح لوالده يكلمه والده يواف انه يروح للرحلة وياخد الفلوس وروح يسدد مصرفاتها واحنا طلعين الباص بتبدأ السعادة من اول ايه اول بس ما نسمع الايه عن الرحلة او ده نفس الامر بقى في طريقك لاحلامك واهدافك لازم تعيش مشاعر السعادة من دلوقتي او عتنتظر او مثلا تكون تتخيل انا والله وبعض الناس بتتعامل لكده لأسف اللي هو ازاي يقولك انا اول ما الانسان ده يكون في حياتي او نرتبط انا هكون سعيد اول ما المشروع التجاري ده ينجح انا هكون سعيد اول ما يجيلي فلوس اه اول ما يجيلي فلوس اه اول ما يكون بطل في اللعبة الفلانية انا هكون سعيد ليه لان احنا دايما بنقول ان السعادة مش مقصد او نتيجة نهائية السعادة هي الطريق انت لازم دلوقتي تسعد وانت بتسعى لحلمك والهدفك عشان كده بنقول احيانا لا تكمن السعادة في الوصول ولكنها تكمن في طريق الوصول انا دلوقتي مثلا بالزبط هو مثال الرحلة ده اكتر حاجة تقربها لحياتنا الطبيعية اللي هو نعرف نفهم مزبوط علشان كده بنقول دايما الانسان حدد هدفك واختار كل اللي انت عايزه زي ما ربنا قال واسأله الله من فضله فضله دي حاجات كتير جدا لكن الفكرة ان انت ما تتعلقش بالهدف او توقف كل ساعاتك على هدف معين او شخص معين ده بقى اللي هو بنسميه تعلق بعض الناس بتخلط ما بين التعلق وما بين اليقين التعلق ده بزيات قضية كبيرة جدا يعني ناس كتير او تبقى عندها تعلق باشخاص بمواقف بحاجة لما تحصل فالتعلق ده عايز حلقات لوحدة الصراحة مزبوط النهاردة الحقيقة كانت الحلقة دسمة جدا ومحتاجين حلقات كتير نكمل لان الكلام كتير جدا وعايزين كمان ان شاء الله نستطيع فى حضرتك فى حلقة تانية نتكلم عن الكتب اللي حضرتك كمان قلفتها كتب السر الاعظم وكزلك ده بتناول علم اسمه التناظر الكوني وفيه كزلك الكتاب الجذب الفكري والخطوات السابعة لتحقيل احلام خطوات السابعة دي بقى اللي هي مربط الفرس بتاعها الاثنان ان شاء الله باذن الله حلقات تانية كتير يا دكتور سعد تشرفنا فيها شكرا جدا كانت حلقة حلوة جدا اتمنى انتو كلكوا تكونوا استفدتوا من الحلقة ويريدت اللي هتفرج عليها تاني لما تنزل علي سيوب كمان لان انا شخصيا هعمل كده الكلام اللي اتقالي النهاردة كلام مهم ولو طبقناه فعلا هيقصر فى حياتنا انا هعمل كده وانتو يريد تعمله كده ومبسوطة جدا ان انتو تابعتونا النهاردة شكرا واشوفكو على خير باي باي شكرا